ربنا سبحانه وتعالى في ظن المتواضع يحب هذا البلد حبا جما او الله غير انه ده البلد الوحيد الدولة خد بالك بقى هنا الدولة مش مجرد بلد الدولة الامة الوحيدة اللي ذكرت في الكتب المقدسة كلها انعكس ذلك فانما يعكس ان مصر دي قريبة او من ربنا بيحبنا المسألة مش درواشة انا بكلمك بجد مسألة الواقع بيقول ان ربنا ذكرها في الكتب التلاتة ده مثلا وبعدين في عز الازمة يا اخي تلاقي طاقة نور كده بتتفتح والدنيا بتنور هل ده معنين احنا بكرة يعني هنطلع في الوقت المسألة مش كده بس على سبيل المثال لما تيجي شركة ايني الايطالية العالمية الكبيرة تعلن عن كشفها الجديد للغاز في شرق المتوسط قبالة سواحل مصر اظن فوق العريش اظن كده يعني شمال العريش في المنطقة الاقتصادية بتاعتنا لكن خليني افهم من الاستاذ حمدي عبدالعزيز المستشار الاعلامي لوزير البترول اهلا 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 يدي النور والاخبار الجميلة استاذ حمدي احنا بيكس بي اهلا واستاذ ازاي الصحة كله تمام الحمد لله يا فندم حدثنا يا فندم عن الكشف الجديد اللي اعلنت عنه ايني اخوة بس في البداية اه اللي اعلنت عن هذا الكشف في توقيتهم واحد الشركة القضة للغازات الطبيعية المصرية حلو وشركة ايني الايطالية ايوه وشركة شيفرون الامريكية طبعا احنا احنا عارتين الكشف دوت زي محرك قولت ده بياخر حواله بعد حوالي ستين كيلو متر شمال شبه جديد سيناء بجوار العريش الحقل او الكشف اسمه اه نرجس واحد ده حضرتك اه تم بعد ان تكللت الجهود بتاع شركة ايجاز المصرية بتاعهم مع الشركاء اللي هي شيفرون وشركة ايني وشركة سروة المصرية حلو تحقق هذا الكشف المهم في البحر المتواصل فبنقول ان هذا الكشف حاليا دلوقتي جاري تخييم الاحتياطيات بتاعته لكن هو الكشف تحقق بالفعل في كميات من الغاز لكن عشان نقدر نحدد حجم الاحتياطي ونقدر نحدد خطة التنمية بتاعت الكشف لابد فيها معادلات حسابية طبعا بيتم حاليا دلوقتي احتسابها عشان يتم الاعلان عن اه الحجم الاحتياطي في هذا البيئة طبعا هذا البيئة اللي بيقع في منطقة البحر المتواصل البحر المتواصل البحر المتواصل ده حضرتك اثبتت كل الدراسات واثبتت كل المؤسسات الدولية ان هذه المنطقة منطقة البحر المتواصل في شرق المتواصل بتحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي بيتم حاليا دلوقتي طالح مزايدات عالمية احنا بنترح من فترة بنترح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة البحر المتواصل سواء كان في شرق المتواصل او في غرب المتواصل فبالتالي ان شاء الله عندنا امال كبيرة ان الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيات الحديثة وصاحبة الاستثمارات الضحمة ان طبعا الابار دي في المياه العميقه في الابار وفي مياه البحر بتتكلف غير الابار اللي فيهم بيتم حفرها في البر وطبعا اتفاقيات بتقول ان الشريك بيصرف ربنا وفقه ولاه البترول او الغاز بيتم استرداد التكاليف ملقاش بياخد بعض ويمشي هو بتحمل كل المخاطرة فبالتالي احنا بقول ان المنطقة دي ومنطقة واعيدة شركة شيفرون اللي هي اقام بالاعمال في هذه المنطقة هي حضرتك اعلنت عن الكاشف وهي شركة جات مصر اعتبارا من عام عشرين وعشرين ودي شركة عالمية كبيرة بيتم جذب مثلها دي الشركة الى مصر للتنقيب والبحث عن البترول والغاز الرغم ان في مناطق اخرى واعيدة ومنافسة فبنقول ان دي نتيجة ان مصر الحمد لله مستقرة صادقيا سياسيا ان في حضرتك مصداقية بخطاع البترول وفي التعامل مع الشركاء العاملين في مصر ومعظمهم شركات عالمية كبرى ايضا فيما اتعلق بان احنا في التعاون ما بين هذه الشركات وده كله بيبعا خدم المستخدم بتمثل حوافز وايضا الاكتشافات اللي تمت في منطقة البحر متوسط سواء الزهر او سواء العديد من الاكتشافات الاخرى بس بتمثل حافز جاذب ايضا الشركات العالمية تيجي وتاخد مزايدات وتخش المزايدات وتاخد مناطق تعمل اتفاقيات بيترولية وينفقوا الاستثمارات ويستخدموا الحفارات وعشان خاطر ان يطلع عن السروات الموجودة في باطن البحر المتوسط فدي كلها تبقى مزايا مهمة جدا لمصر ان يتم استغلال هذه الشركات العالمية في استخراج السروات الغازية نمرة واحد لتغطية احتياجات السوق المحلي الاولوي وفي الدرجة الاولى وينمرة اتنين ان احنا نصدر الفوائد للحصول على العملات الاجنبية طيب دايما الناس يا استاذ حمدي تسأل على احنا بالفعل بدأنا نصدر فيه فوائد وده مفهوم احنا قادرين على تصدير فوائد لسنوات لقدام ولا لمراحل قصيرة سؤال هو السؤال دوت حضرتك رده عليه الشغل اللي احنا شغالينه دلوقت ان احنا طرحين اتفاقيات كثيرة عددها كبير الشركات بتدور وده رزق من عند ربنا طالما ان انت بتعمل اللي عليك بتستخدم التكنولوجيات وبتستخدم العقول الموجودة سواء كانت العقول المصرية او الموجودة في الشركات العالمية كل دوت بيدي امال كبيرة ان انت تحافظ على الاحتياطات الموجودة عندك بتحافظ على معدلات الانتاج بتستطيع ان انت تؤمن امدادات الغاز للسوق المحلي وبعدين خلي بالك احنا في حاجة مهمة جدا الوزير المهندس طريق المولة طرحها وطبعا بالمساعدات والتشجيع السيد الرئيس فيما يتعلق بالشرق المتوسط احنا عاملين دلوقتي حضرت المتدى هذا الشرق المتوسط موجود في مصر مقره في مصر فيه دول كثيرة اللي هي مطلة سواء كانت دول مستهلكة او دول منتجة موجودة في هذا المتدى احنا بنقول مصر بتتحول دلوقتي مصر تتحولت بالفعل الى مركز اقليمي لتجارة وددة والغاز الممكن انت تشتغل دلوقتي ان انت عايز الغاز اللي موجود في اسرائيل وغاز اللي موجود في اوبروس لما يتم تنمية حق الافروضايتي كل دوت يجي مصر ويتم حضرتك اكتسالته ويعاد التصديره للخارج فكل دي تماثل بالنسبة لك ما لا تستطيع ان انت تستطيع ان انت تستخدم هذا الغاز جوه مصر اذا كنت محتاجه يبقى فيه تأمين الاندادات تصدر الفائد اللي موجود عندك تبقى فيه تجارة للغاز تستطيع ان انت تاخد فيات مرور وفيات اسالة كل دي حضرتك في اطار ان مصر متحولة لمركز اقليمي لتجارة الغاز والمترول ان شاء الله ده يعود عليك بلاد الخير ان شاء الله طيب لما الاعلام المصري والصحافة المصرية يتحدثوا عن ان مصر بالفعل بدأت في تحولها الى مركز عالمي لتصدير او اسالة وتصدير الغاز بشكل خاص والطاقة بشكل عام هل كده الاعلام والصحافة المصرية بيتبالغوا ولا بيتكلموا طبقا للحقائق والارقام احنا بالامانة يا استاذ يوسف احنا متحفظين جدا في الاعلان عن ارقام الاحتياطيات وارقام الانتاج واحنا بنتج بمعدلات اقتصاد الرشيدة للمحافظة على الخزانات الموجودة فنستنزفش الخزانات ننتج بمعايير اقتصادية عشان نقدر نطول عمر الاستخراج من الآبار فبالتالي كل ما يتم اعلانه من قبل وزارة البترول ارقام متحفظة وان شاء الله نستطيع ان خلال الفترات القادمة ان احنا نستمر في تأمين الامدادات وده الهدف الاساسي لوزارة البترول ان احنا نامن امدادات البترول والغاز للشعب المصري والخطاعات الاقتصادية المختلفة وبرضا الخطاع الكهرباء وتصدير الفائد في مرحلة اخرى لكن طبعا احنا بنقول ان العام الماضي اللي هو عام اثنين وعشرين شهدنا ان احنا كفنا احتياجات السوق المحلي وصدرنا الفائد للاسواق الخارجية بالذات الى اوروبا في الزل الازمة الحالية دلوقتي الموجودة احنا شوفنا ان العديد من السفراء والعديد من الرؤساء الشركات كانوا متواجدين في مصر وبيطلبوا الغاز المصري وكل دوت احنا بنلاحظه فبالتالي احنا بنقول ان ما يتم الاعلان عنه هو اعلان اعلان متحفز بالارقام كلها الموجودة سوى بتظلم من وزارة البترول او الشركات القبضة لها ايه ارقام حقيقية على ارض الواقع ليس فيها اي لبس طيب انا هسأل سؤال اخير وانا فعلا مش عاوز اطول على حضرتك لكن الى اي مدى اقدر اقول انه قد يكون هناك بعض الاعتمادية وهستخدم تعبير متحفز زي ما حضرتك كده قلت الوزارة بتعلم بارقام متحفزة فانا هسميها بعض الاعتمادية من بعض الدول في وسط وشرق اوروبا على الغاز والطاقة المصرية حقيقي طبعا احنا بنقول احنا نستطيع ان احنا نقوم نحل محل الروسيا فيما اتعلق بالانجادات اللي موجودة لدول اوروبا لكن احنا دولة عندنا فائد دلوقتي وبيتم عادة التصدير اللي بيتم التصدير الى الدول اللي هي غالبا بتبقى دول اوروبية احنا بتصدر في السوق الفورية عشان نقدر نحصل على اكبر عائد ممكن من من قيمة الصدرات فبالتالي احنا بنقول ان الغاز المصري طبعا السوق الاساسي فيها الدول اوروبا الموجودة من خلال احنا بنصدر اما من من مصانع الاساسي اللي موجودة بالضميات على البحر المتوسط او من خلال مصانع الاساسي اللي موجودة في ايدكو برضك على البحر المتوسط فبالتالي احنا بنقول ان السوق اللي موجود دلوقتي اللي هو السوق اللي بيستطيع ان هو يستخبر الغاز المصري ويبقى فيه اقتصاديات فيه متعلق بتصديره ونعله وشحنه معه بالاخره هي دول اوروبا اللي هي خلت كميات كبيرة من الغاز المصري عن طريق الشحنات الفورية اشكرك جدا 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 استاذ حمدي كل شكرة حضرتك الاستاذ حمدي عبدالعزيز المستشار الاعلامي لوزير البترول